السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بحضراتكم جميعاً بناءً عن إحدى طلب إحدى المتابعين في القناة طلب مننا أن نعمل فيديو بعنوان طريق تحميل بلوكات جاهزة في برنامج جوجل سكيتش أب فهنتكلم عن موقع من أهم المواقع اللي بنستخدمها في تحميل بلوكات في برنامج جوجل سكيتش أب هنفتح محرك البحث جوجل أو فاير فوكس أي أن كان هنروح نكتب سري دي سري دي ويرهاوس سري دي ويرهاوس هيظهر لك طبعاً في أول نتيجة بهذا الشكل هنضغط عليها هيبتدي يفتح لنا الموقع أول نتيجة بحث هنبتدي يختارها بعد ما الموقع يحمل ويفتح معنا هيفتح معنا بهذا الشكل أول حاجة نعملها إن احنا لازم نعمل تسجيل دخول في الموقع علشان تقدر تعمل دون لود لأي بلوك حضرتك عايزه هتلاحظ إن الموقع بيفتح لك في البداية مجموعة البلوكات الحديثة اللي نزدت في الموقع هتروح في أول كاتوجوري دي هتلاقي كل الكاتوجوري الخاصة بالبلوكات بتاعتك لو عايز بلوكات بالانتريور دوزاين انتريور برودكت لاندسكيب وهكذا يعني أركتوش حاجات معمرية إلكترونية وهكذا أرضيات فرنتشر فرش أو الطريقة التانية ان انت بتكتب هنا اللي انت عاوز يعني احنا ممكن نكتب بوجرد ما نكتب دورز نضغط هتدي الموقع هيحمل معنا ويفتح لنا كل الأبواب اللي موجودة في الموقع بكل سهولة بتشوف البلوك اللي حضرتك عايزه وليكن الباب ده لو ضغطنا على علامة اللي جانبه دي هيجيب لك الاصدارات الخاصة بالبلوك كده يعني انت عايزه بسكتش اب واحد وعشرين ولا عشرين ولا تسعة عشر ولا كلاده فايل ده خاص بالاكسوبورت بتاع البرنامج اللوميون يعني لما تيجي تصدر حاجة من السكتش اب اللوميون طبعا انا عندي السكتش اب الفينوه 18 فطبعا مش هيق لو حملت اي بلوك منهم مش هيفتح عندي فلازم يكون الاصدار اللي هتحمله اقل من الاصدار اللي عندك او مسويه على اقل جميل جميل او بتخش جوه تضغط جوه البلوك بتاعك بهذا الشكل يبتدي اديك معلومات عنده يقول لك ان في الماتيريال تمانية عندي تمن حاجات صور دي الماتيريال او تمن خامات البلوجون العدد البلوجون اللي موجودة في البلوك كده وهكذا برضو بكل سهلة تقدر انت تعمله داو اللود من هنا هيجيب لك نفس الشكل اللي كنا فتحينه من شوية جميل جدا بنفس الطريقة تقدر تتصفح في الموقع وتختار البلوك اللي انت عايزه يعني انا مسلا لو نزلت لحاجة قديمة شوية كده اقدر احملها لو ضغط على هذا الشكل على هذا البلوك يعني لو جيت عايز يحمله بس هنحضغط على 2019 هيتدي يتحمل معايا بهذا الشكل هيقول لي عايزه يفتح بعد ما يتحمل هقول له حسنا ما فيش مشكلة هتدي البلوك يحمل وهيحمل بسرعة جدا ويفتح معايا طبعا مش هيفتح زي ما قلنا عندي في البرنامج عشان الاصدار بتاعي 2018 لو ضغطت هيجيب لي رسالة خطأ ان الاصدار البلوك ده اعلى من الاصدار بتاعك جميل بهذا الشكل اخو بقول لي ان بتاعك اقل من البلوك ده هكنسل الصبحة دي وهدور على بلوك يكون مناسب قديم شوية يقدر يفتح معايا يعني مسلا لو جربنا ده الباب ده اه نفس الكلام يعني طبعا يفضل يا جماعة ان احنا نكون شغالين على اصدارات حديثة علشان اقدر افتح اي بلوك موجود عندي لو ضغطنا على ده نفس القصة يعني بنحاول كده ايه بنشوف حاجة قديمة شوية برضو اصدار حديث يعني مسلا ممكن نكتب له دورز سكتش اي بي كي بي فيلد مسلا قال لي لا مش فيش النوع ده عندي طب نشوف حاجة تاني مسلا ممكن نخش من الكاتوجوري دي لو دخلنا على هاجب لي مجموعة برضو بلوكات منها طبعا مباني تقدر تحملها وتستفد منها يعني مبنى زي اللي قدامنا ده ممكن تستخدمه مبنى زي ده وهكذا يعني مباني طبعا كتير واشكال كتير وبلوكات كتير هذا الشكل طبعا اعذروني انا عندي الاصدار بتاع الاسكيتش اوب صغير علشان كده مش اقدر افتح حاجة من الحاجات دي بس دي بصفة عامة هي طريقة التحميل في البرنامج. وزي ما قلنا لازم تكون اهو ده. كنا طبعا برضو عشرين. لازم زي ما قلنا تكون مسجل دخول. لازم تكون مسجل دخول في البرنامج. كل دي بلوكات حديثة طبعا نزلة في الموقع. فهذا الشكل. تقدر برضو من هنا يدخلك اجزاء اكثر تفصيلا لحيات حيات مستشفيات. لو ضغطنا عليها. هيجيب لك حيات خاصة بالمستشفيات. حاجات لاند مارك. يعني حاجات ماركة معروفة. بهذا الشكل. ادي مبنى هو. برضو هنشوف اصداره. ده اسف مش هيتحمل معنا. حاجة زي ده. برضو اصدارات حديثة. طبعا الاسف يعني كل اللي موجود عندي حاليا انا اصدارات حديثة. فمش هدفت عندي في البرنامج وقلنا عشان خاطر انا الاصدار اللي شغال عليه 2018. كل دي مشاريع تقدر تحملها وتستبد منها. كمان مش شرط تحمل موديل بس يعني ممكن تقول له كاتالوج عايز كاتالوجيات بس. طبعا في حاجات لها كاتالوجيات وحاجات لا. بهذا الشكل. اشكال عندك تقدر تخش تختارها وتخش جواها تشوف وتتعرف عليها اكتر. لما تخش جوا الحاجة تعرف عليها اكتر. دي داتا. اهي. مجرد داتا عن البروجيكت القدامك. كمان بيجيب لك الموقع اللي موجود فيه المشروع ده. نرجع تاني. نشوف مثلا الموديل. شوية موديل برضو زي ما واضح قدام حضراتكم. موديل كتير جدا تقدر تتصفح فيها براحتك. يعني مسلا لو قلنا له لاند سكيب. هجيب لك حاجات كتيرة جدا خاصة باللاند سكيب تقدر برضو تحملها. زي ما قلنا انا قاسب جدا. انا عندي اصدار الفينو تمنتاشر. فللأسف اي حاجة هيحملها من دول مش هرفته عندي. فعشان كده يفضل دايما نحن نشتغل على اصدار سكيتش عبا حديث جدا. اهو. سلم بشكل جميل جدا بيبقى صعب في الموديلينج بتاعه ومتقدر تحمله. برضو تقدر تحمله عندك. مثلا يعني. كتلة. بهذا الشكل تقدر تحطها باللاند سكيب بتاعك. بهذا الشكل ممكن نقول لي وندو. مجرد ما تكتب اول حرف. هجيب لك اهو الوندو. لو ضغطنا عليه. هجيب لك كل الوندو اللي موجودة عندك. واشكالها. اه دي الشكل اللي شابه بيك اهو. بهذا الشكل الجميل. اهو. اشكال كتيرة جدا. بتقدر تخش لما تضغط جواه يجيب لك الخصائص بتاعة الشباك ده. بتقدر برضو تعمله زي ما قلنا من هنا بالاصدار اللي لحضرتك عايزه. تقبله بس. وندو. اشكال كتيرة من الوندو. طبعا هو بقول لي هنا في البحس مفيش حاجة بالاسم ده. تقدر بس ما مجرد ما تكتب اول حرف يجيب لك انواع كتيرة من الوندو. قلنا الوندو. هيجيب لك اهو. لو ضغطنا عليه. هيجيب لك ادي شباك اهو. دي شجرة تقدر برضو تحملها زي ما انت عايز. اهم حاجة بده كله ان حضرتك تعمل تسجيل دخول زي ما انا عامل اهو. انا مسجل دخول بالايميل بتاعي. تمام? تمام. ده اني مش هيتحمل معك اي حاجة في البرنامج الا بتعمل تسجيل الدخول. وده كده موقع من اشهر المواقع اللي بنشتغل بيها بتحميل بلوكات لبرنامج جوجل سكتش اوب. هو ده كل اللي احنا محتاجين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب تكون قدر تقفيتكم وقدر تقدم الاضافة لحضرتكم. اشكركم الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.